يا أهلين فيكم رجعت لكم من جديد بقصة جديدة بس قبل لا أبدأ لا تنسوا تحطولي لايكات كثيرة وتكتبولي كومنتات جميلة زيكم وعشان لا أطول عليكم راح أتكرر أسميكم بنهاية القصة ويلا نبدأ بقصتنا تقول صاحبة القصة أنا بنت من عائلة كبيرة عددنا عشرة وفقريتنا مستقرين يعني الحي كله عمات وخالات وجدات وعيال عم أبوي حياتنا ملخصة جماعات أسبوعية وعزائم واستقبالات من وحنا صغار تربينا كذا مستحيل يمر يوم ما يدخل بيتنا أحد يا زيارة يا مسيار حريم العصر عند أمي سواء في الدوامات أو الويكند حياتنا حافلة بالمناسبات كبيرنا وتربينا على هذا الطبع ما عاد نصبر عن الجامعات الأسبوعية وصرنا نسوي فعاليات وأنا بأول جامعة خطبني واحد مطلق من سنة وعمره 33 سنة قلبي انقبض وماني مرتاحة وأبوي وأمي وأخواني طايرين فيه لأنه من عائلة معروفة ومقتدر ماديا ومنصب حساس وأخلاقه ودين والكل يمدحها وسبب طلاقه الأولاني عشان زوجته ما تجيب عيال ورفضت يتزوج عليها عقاربي وبنات خاناتي وعماتي فرحانين بالخطوبة أنا كنت أحس فارق السن كبير بيناتنا وكمان منطقة سكني بتكون بعيدة لكن أبوي يقنعني قال لي وافقي عليه وبقول لنملك والزواج بعد التخرج هنا وافقت وتملكت والصراحة كان هو وأهله ناس طيبين وهو إنسان عاقل وبعد الملكة بسنة صار يكلمني ويضغط عليني اتزوج وقال لي أوعدك تكملين دراستك عند أهلك بس أخذك أيام الإجازات كنت محتارة وشايلة هام ومتخوفة لكن قدر يقنعني كل شوي يقول الإجازة طويلة ثلاثة أشهر أوعدك أسفرك دول كثير وننبسط وترجعي وافقت والصراحة كنت صغيرة وفرحانة بالسفر لأني ما قد سافرت بر السعودية أمي ووي انصدموا من موافقتي لكن ما علقه جزوجت آخر السنة الثانية من الجامعة وانبسطت وسافر وقضيت الإجازة معاه وبعدين رجعت أول الدوام عند أهلي عشان الدراسة لاحظت أني تعبانة ونفسيتي سيئة وأمي انتبهت لي واخدتني للمستشفى وحللت وطلعت حامل بكيت وانصدمت ما لخلق أطفال وأنا أدرس وتخصصي مرة صعب وجامعتي بعيدة بلغت زوجي وكنت مرة حزينة بس هو ينهبل من الفرح لأنه جلس متزوج 8 سنوات ما بقبه مستشفى بس ربي ما كتب لهم وصار كل يوم يدب يتطمن ويسأل عن البي مرت سنة صعبة علي ولادتي كانت في وقت اختبارات وجبت معدل جيد بس بنتي غيرت حياتي وانبسطت فيها وأمي وأهلي كلهم يمتون عليها ويدلعونها خلصت ورحت مع زوجي في الإجازة هو عنده شقة عند أهله تأقلمت مع الوضع أهلي وأهل زوجي فرحتهم وحبهم لبنتي شال عني نص الحمل يساعدوني فيها وأيام الدوام ما أدري عنها مع أمي طوال الوقت وبعد ما صار عمر بنتي شهور اكتشفت أني حامل جبت ولد قبل التخرج وللأسف تعبت في الولادة وجاني اكتئاب وتخرجت بمعدل جيد وكان له أثر سلبي على نفسيتي وحتى أهلي شافوا قد إيش تأثرت وضاك صدري أما زوجي كل همه إني أتخرج ويبغاني أروح معاه للمنطقة كل صبرت كثير بدونك وبدون عيالي أبغى أستقر نسي إنه هو سبب زواجنا وسط دراستي زرنا أهل شهر وبعدها سافرت للمنطقة اللي رح أستقر فيها وفيها بيتي وحياتي بتكون لأن شغل ومنصبه استحانا نقل فيه لأنه مو موجود إلا في هذه المنطقة اللي ما أعرف منها إلا اسمها ما قد زرتها وهنا كانت الصدمة بيتي كان في منطقة شوي بعيدة صح سكنية لكن كل اللي وراي مجمعات سكنية شقق مفروشة للإيجار اليومي ومحطات وسوق وبيتي كان دور والأراضي اللي حوله فاضية يا الله كيف انقبت صدري يوم دخلت بس ما حبيت أنكد على زوجي لأنه مره فرحان بالعيار وبجيتنا والحمد لله بيتي جميل وفخم وزوجي مهتم بأدق التفاصيل وانشغلت الشهر الأول في ترتيب العفش والتأقلم مع المكان وكانت إجازة عند زوجي وبعدين دوام والحقيقة أول مرة نعيش هذه الفترة مع بعض بالعادة نتقابل في الإجازات ويكون فيه مجاملات كثير بيناتنا أقدر أقول ثور نتعرف على بعض صح وأنا مصطومة من طباع جديدة فيه كل هم وأطفالنا وما يثق فين بتعاملي معاهم ويسألهم كثير ويدقق علي في أكلهم ونومهم وكأني مو أمهم غير أنه دوامه صعب يرجع خمسة العصر من هك وعلى جواله ويبقى يتفرج المباريات بس حصل بيننا يستضام كثير وكل شوي يقول لي إنه تصرفاتي طفولية وأبغى أطلع كل شوي كأني طفلة وأنا وصلت لمرحلة فضيعة من الطفش لا آهل ولا أقارب ولا جيران أطلع ما في كفيهات حلوة ما في مطاعم وأصلا حتى لو فيه هو يكره الطلعة يبغى يكمل نمط حياته مثل ما كان قبل استقرارنا معاه وكل شوي يقول لي زوجتي الأولى ما عمرها يشتكت من الطفش قروشني بطاريها غثني إنها عاقلة رحت نبشت بأوراقه وصورهم لقيته محتفظ بأدق ذكرياته معاها وكاتب على الصور نساء الأرض ما يعاوضوني فيك ومن خلال كلامه عنها عرفت إنها ما تحبت طلعة وما تناقشه ولا تزعل عليه وقاعد يقارني فيها وبدأت حياتي تخرب وصرت ما أطيقه وأوسوس إنه بيرجع لها أرهاقني نفسيا كل بعد فترة وفترة يتكلم عن التكافؤ في العمر للزوجين وإني أصغر منه بكثير لدرجة أقنعني داخليا إني مو مناسبة له صرت إنسانة سلبية وفقدت الشغف والفرحة بالحياة من جميع النواحي أحتاج أحد يسليني يفهمني ويغير جوي أحتاج صديقات في هذا المجتمع أكره الوحدة وأكره الإنعزال تعبت لدرجة صرت أهلوس أبغى مخرج بأي طريقة من كثر الفراغ وجاء رمضان وأنا في ضيق وكرب زوجي وقت صلاة التراويح يكون عنده دوام أونلاين وهذه كانت فرصة الوحيدة بالطلعة صرت أضغط عليه وأنيم عيالي وأطلع أصلي في مسجد قدام بيتي كان المتنفس الوحيد وأجمل متنفس أدعي وأبكي من قلب ربي يغير حالي للأحسن تعرفت على وحدة ودخلتني قروبة الحية اللي ورانا طبعا جهتنا ما في بيوت والحمد لله شوي حسيت إني من الناس وبحكم أني فاهم في التصاميم والتقنية صرت أرفض لأشياء وأساعدهم في القروب سواء اللي تبعوا حساب أو متجر إلكتروني راح عني فراغ كبير وأيام أزمة كورونا رسلتني وحدة دلتها علي وحدة من بنات القروب وكانت في إحدى الدول الخليجية وعندها متجر وتعطل عندها الشحن لخارج دولتها وللأسف كان السبب خارج عن إرادتها واقترحت علي أني أستقبل كامل بضاعتها وطلبيتها للعملاء ترسلها لي كاملة في شحنة وحدة دولية وأنا أخذ عنوين العملاء وأشحنها لهم شحن داخلي وبكذا اختصرت وقت وجهد عليها وعرضت علي راتب مجزي الحد لله مو قاصر علي شيء بس وافقت عشان أستفيد من وقتي واستقبلت الشحنات ورتبتها عندي في غرفة طبعا هذا كله بدون علم زوجي قفلت الغرفة وشلت كل مفاتيحها وأستقبل الشحنات الصباح وأوزعها مع مندوب الصباح وحتى لو أعرف رح أقول لي ولا همني إن غبست في شغلي وصارت تثق فيني استلمت جزء من المتجر تسويق وترتيب ودفعت مبلغ وصممنا عطر والمبيعات كانت خرافية أما من ناحية اللقاءات الاجتماعية عزبت جاراتي لأن زوجي مستحيل يخليني أروح عندهم طبعا بدون علمه وللأسف شافهم عندي وين صدم وقلت اللي جوه عندي بدون موعد أشاني مريضة أطردهم من البيت ولا إيش أسوي زعي لو عصب كم يوم وبعدين تقبل الوضع أدري أغلقكم بيقلي قطع إنك ما علمتي من البداية أدري إنه غلط بس كان حل الوحيد وأنا مضطرة أحط قدام الأمر الواقع وبعدها بفترة علمت عن المتجر خاصم شوي وبعدها اقتنع في هذه الفترة ارتحت من مسألة إن أفكر في زوجة الأولى وحب لها نفسية تعدلت مع تواصل مع زاراتي حتى لو كان واتس أو مكالمة وصاروا يجوني كل أسبوع واخترحت إن أزواجهم يغثون زوجي ويعزموا عندهم والحمد لله تعرف عليهم وعزموا وصرت أروح عندهم تحسنت علاقتي مع زوجي كثير صارت في أحداث وسوالب تجمعنا بدت تصغر الفجوة اللي بيننا ويا ربي لك الحمد مرت سنة معانا ومع الإصرار قدرت أغير زوجي وأصنع لي ولعيالي مجتمع جميل وحياة رطيفة انتهت القصة وياها لفيكم رتاج من الجزائر شهد من اليمن دانا من السعودية ريم من الإمارات وأنس من قطر وإذا عجبتكم لا تنسوا تضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة وانتظروني بقصة جديدة ترجمة نانسي قنقر